негоبناث السلام على المشاهد امن الزمز لي strayn اصدقاء هذا تريد اخير وعلى خير. لا تنسوا لبنات لأول مرة شاهد قناة حنان طيبة. لا تنسوا لكم جديد. لا تنسوا اللي لايك 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 لايك. كنت أخبروني لي قبل ما ابدأ لنا فيديو. تبارك لله والسلحة في القناة. للايك كان يجبكم لايك. خليوا لي التعليق لكم. ماذا ؟ نحن لا نتفق لها مهم مهم اول مرة يشاهد فيديو حمام طيب لا تنسوا بلايك هذا شيء كامل للناس بزاف يتفرجون فيها فيديو اللي بنات اليوم خصيصا سيدة رأيي ديالي في غسول الوجه ديال واحد لغام فقلت ليها فاني ما لا انتو ما كتتعرفوني ما كتكون شي تعليق مهم شي حاجة مهمة كندير عليها على فيديو من الاحسن باش كتتكون الامور جيد 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 واضحة لغام ديال كلينيسوتيكا هاد كلينيسوتيكا اللي ديجا كنت هدرت علي في مرة الطيبات للبشرة في واحد الفيديو ديالش حال هادي سوف نتكلموا على غسول البشرة الوجه غسول البشرة الوجه او جيل نتوائيو هاد غسول البشرة الوجه ديال لغام كلينيسوتيكا خاص بإن نوع ديال البشرة اليوم ان شاء الله سوف نحضروا على البشرة الدهنية البشرة الدهنية ممكن ان نضرش لها بزاف حيث بشرة ديالي أنا جفافة وحسس سكن مقامايلة وخاصنين كل مرة نحضر على نوع البشرة البنوتات الزوينات الغزالات مولين 18 عام مولين 16 عام محتل المرأة المغربية بصفتين عامة مهم مهم علشان قلت لكم بالنوتة 16 عام 17 عام اللي تكونوا البشرة دياله معرضة لحب شباب يعني الناس اللي تكونوا معرضين لحب شباب يالله كتبدال لديك الحبيبات إفرازات دوهن وهذا كتبغيتها هي تهلق البشرة ديالهات تنقول لها أنا معاك أختي تهلق البشرة ديالهات حبتك بقى صغيرة باش توجد ديال شرفك باش ديما ان شاء الله تبقى صغيرة وزوينا مهم الجيل ديال اليوم كما قلت لكم خاصة بالبشرة الدهنية شنا هو كلينيسوتيكا جال موسان توريفيان هذا الجيل هذا هو غسول منظف للبشرة كم قلنا البشرة وهو خصيصا للبشرة الدهنية بفضل وجود ثلاث مكونات يعني هو عنده ثلاثة مكونات اللي تخليوا لنا البشرة الدهنية ما فيهاش إفرازات دهن بزاف ما كيخليها ما كتتعرضش لحب شباب يعني تخلي ديك البشرة بشرة زوينة صافية ما فيها حتى شي حاجة لخيبطة لحال لكن تتسعملي هاد الجيل وكانت عندك بشرة دهنية بالنسبة للبشرة جافة ما كان مسحكمش بيه الخاص بالبشرة الدهنية مهم هاد هاد الجيل هذا كلينيسوتيكا كيما قلت لكم فيه تسمعوا البناس يعني مزقش حيث مني وجبت ما فيها مكونات صافي تتبرزت لي راسي بدي المكونات اندو وزلا فيديو ما عندي ما ندير بدي المكونات نشوف كده نشوف ليش صالح راه المكونات جد مهم مره انا هاد المكونات انا نرى منشي معدي ما يداد كنقولها لكم مره تنقر عليها وكننعرف ليش كتصلاح وبزاف ديال الحوايج عاد باش نقلس قدامكم وكنشرحها لكم مهم هاد المكونات هادو شنهو المكونات نشوف كغير حمد صليسلسلسلسلوا إن الحمد صليسلسلسلسلسل حمد صليسلسلسلسلسلسلسلس savings مكم January من شجرة الصفصاف لكي يلعب دور فعال في إزالة الرؤوس البيضاء ورؤوس السوداء ومضاد للحكا حمد السليسيليك جد مهم للبشرة الدهنية وهو من أكثر الأحماض فائدة للبشرة وخاصة البشرة الدهنية الثاني مكون هو الصبار وصبار غني عن التعريف يعني هو يخفف لنا الحكا ومضاد للحكا بطبيعة الحال مهدئ للبشرة يعني احتى لك أنت عندك بشرة حساسة في عال هاد مكون الصبار اللي في هاد الوجال هادا يحاول أنه يخفف لنا الحبيبات إلا كانوا ناضوا وكي يأكلوك ما كتبقاش تحكيهم إلا كانوا حمرين ما تبقاش حمرين يعني هو كيساعد يعني عنده تهوى واحد دور مهم في تهديئة البشرة كذلك هو مضاد للبكتيريا وله سهولة في تخلص في ماذا تخلص الشوائب تخلص في الدهون يعني تهوى كما قلت لكم عنده دور مهم المكون الثالث اللي هو جيد 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 مهم حتاوى في طبيعة الحال هاد المكون يعني اللي غنهضر لكم عليه خاسكم تسمعونه مزيان وهو تهم جميع يعني السيد العمر ديال المرأة يعني اي سين تسنط لهذا المكون اللي هو كيهمنا في طبيعة الحال بالزال هاد المكون سميته السيراميد بالعربية او لا سيراميد بالفرنسي في كل تلك الحالتين ان اكتب لكم المكون الاول والتاني والثالث هاد ثانتا نكتب لكم بالعربية و بالفرنسي باش عارفوا كيفش داعر باش ميته باش ميته واتخدوا شيء كريم ولا شيء حاجه بالاحسن يكون في هاد المكون هاد المكون السيراميد شنو كيدير اولاسا ميته شنو شنو الدور دياله قبل ما نقول لكم الدور دياله متنساوش يا صحاباتي يا غزالاتي يا خوالاتي يلي كان متنساوش ان هاد المكون جد مهم يعني ما تكلوش غير على مادة الكولاجين هتقولوا كيفاش نقضتنا الكولاجين هي كتدر لنا على استغاميض كنعرفوا بانا نكي عجب لنا يكون في كريمات باش كي حفض لنا على البشرة من التجاعد باش حيتي لما كانش الكولاجين كانعرفوا البشرة كتكمش و الى اخير بطبيعة الحال وكذلك المكون استغاميض احتوى جد مهم للبشرة الى ما كانش عندنا هاد المادة ديال الاستغاميض كتنشف لنا البشرة ديالنا كتولي يعني كتولي الوجه باهت كيولي ما فيه ما يتشاف طبيعية الحال وكيولي وعدنا تجاعد حتى هو له دور بظهور تجاعد له دور جد مهم بظهور تجاعد علاش حيث هاد استغاميض شنا هو هما جزئيات الدهون اللي كتكون داخل غشاء ديال الخلايا في الطبقة العليا ديال الجلد و الدهون طبعية الحال خاصهم ضروري يكونوا عندنا في البشرة علاش باش ما كتكمش لناش البشرة باش البشرة دي ما كتكون عندها واحد نظارة باش تجاعد ما كيجيوناش يعني في سن مبكر دونك هاد مادة استغاميض تهيج جد جد مهمة للبشرة راه بحالها بحال الكولاجين و هاد نجال هاد اولها هاد غاسل الوجه في هاد المادة هادي علاش حيث يساعد على استعادة حاجز الرطوبة الطبيعي للبشرة يعني هذيك الرطوبة الطبيعية اللي كتكون عندنا في البشرة هو كيحافظ علي هاد استغاميض هادي هاد مادة استغاميض تهيج جد 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 مهمة بالنسبة للغسل الوجه اللي هو قدامكم اللي هو هادا يعني ديال بو اكني يكو ولا بو غاس بطبيعة الحال راه زوين زوين البنات بالنسبة للأخت نقول اخوذي يعني كمغمضة هاد لا قام كليني سوتيكا سيتون قامل هي زوينة بزاف الكريمة ديالتها هي زوينين زوينين بزاف بالنسبة للثامن ديالو البنات باش ما كنساش اه تامن ديالو البنات كي يدير مية وتسعة وثمانين درهم راه خد شوفوه يعني الثامن ديالو زايد البنات وليكن راه فيه ميتين وخمسين اميل ورغا يدي لك مدة طويلة لكن انت بوحتك غايد ووز لك يعني شوش مرة تستغسلي في النار غا يدي لك مدة طويلة كوني على اثيل يعني احسن متقعتش لكل مرة ديك سابون واحد جوج ثلاثة اربعة كيدو في المضغية هذا راه بخاتيك وعندو ديك لابومب راش تشوف تسويرا عندو ديك لابومب يعني شي حاجة اللي هي الطب شي حاجة اللي هي زوينة ومهم البنات كنت منا ان الاخت اللي هدرت لي على غسول الوجه لي وكليني سوتيكا جيل موسا تم قولي هاتا ان بالدور ديالي شكرا بزدال انني يعني يعطيتي يعني عطيت فرصة لبنات وعطيتي فرصة لبنات فين يتعرفوا على هذا الجيل هذا مربما من يبغى تتاخدوه مرحبا متنساوش البنات انكم ديلوا لي اللايك لفيديو تهلوا لي فرصكم بزف 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 مشي شوية بزف و الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة موسيقى